اشتركوا في القناة مكاتب المحامة في تعزيز الوسائل البديلة لفضل المنازعات وأبرزها التحكيم والوساطة كمسارات رئيسية ضمن منظومة تسوية المنازعات منوها بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة الهادف إلى دعم المحامين وتسهيل الإجراءات أمامهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم في خدمة المتقاضين على نحو أفضل من جهتها أكدت وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة داعمة لجميع المبادرات والبرامج الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات المحامين الشباب وتعزيز انخراطهم في المهنة القانونية مشيرة إلى ما تملكه مملكة البحرين من طاقات شبابية واعدة في المجال القانوني والذي يشكل مصدر دعم أساسي للعمل القانوني في هذا الاجتماع اليوم تم طرح العديد من الاقتراحات والأفكار التي تنمي القطاع القضائي وكثير من الأفكار كانت تتركز على كيفية جلب الاستثمارات الأجنبية وتأمين بيئة قضائية صحيحة وصحية لهذه الاستثمارات اليوم أنا جدا محظوظ أن أنا كنت جزء من مباررة وزارة العدل ووزارة الشباب فيما يتعلق مناقشة القوانين والأمور المتعلقة بجلب الاستثمارات من خارج مملكة البحرين وكذلك تم التعرض إلى أكثر من موضوع منها مهنة المحامة وأثرها على الاستثمار العام في مملكة البحرين وعلى دورها في جلب الاستثمار وتسهيلها للعلاقات التجارية بين مملكة البحرين والدول الأخرى وناقشنا عدة أمور بعض المواضيع التي كانت متعلقة بقانون الخبرة الجديد وقانون التنفيذ الجديد والتغيرات التي صايرة في وزارة العدل طرحت أنا موضوع المرافعات الشفوية في المحاكم البحرينية وضرورة أعطاء فرصة للمحامي لتمثيل الموكلة ولتمثيل القضية بطريقة شفوية طبعا كما أشار وزير العدل والشيون الإسلامية بأن السلطة القضاية هي أحد أهم سلطات الدولة الثلاث وعلى أثر ذلك حبنا هو يتوف المعوقات أو الإشكاليات اللي قد تواجحنا إحنا كمحامين طبعا تم مناقشات وإثارات عدد من الأمور من ضمنها قانون التنفيذ الجديد من ضمنها المحاكم الأجنبية والأمور المتعلقة بالخبراء